موسيقى مشاهدينك كرام أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي همزة وصل حلقة النهاردة هتكون مهمة لكل بيت لأن احنا هنناقش فيها موضوع اجتماعي اقتصادي موضوع كبير جدا الناس بتاقي تشتكي فيه من تقريبا من 30 سنة بدأ ظهور الفيديو جيمز او الالعاب الالكترونية وبدل ما الناس كانت بتقعد بكتير اتنين بيعودوا على جهاز واحد يلعبوا جنبوا بعض الناس الوقتي وصلت ان هي بقت بتلعب مع ناس تانية في قرات تانية عبر الانترنت وفضاء الانترنت والجديد اللي داخل كمان قريب علينا ان الواقع الافتراضي اللي هو الناس بتلبس نظارة وهتعيش جوه اللعبة بشكل افتراضي وده بدأ ينتشر بشكل كبير صناعة الالعاب تقريبا صناعة بقت اكبر واضخم صناعة في العالم وعدت صناعة الافلام بما يقارب 200 مليار دولار في السنة هذه الصناعة بقت اكبر من صناعة الافلام على مستوى العالم وهليود نفسها اللي هي اكبر صانع للافلام في العالم بقى بيشتكي من صناعة الالعاب الالعاب انتقلت للموبايل ايضا واخر احصائية بتقول ان 51% من شركات الالعاب اهتمامها بقى على الموبايل او 51% من الجيمز او الالعاب دي تحولت الى الموبايل مين فيكم ما دخلش كابا او ام دخل على ابنه او سمع ابنه بيزعى وبيقول الحق اضرب العليمينك ده وتفجر الدبابة دي فجر وبعدين يدخل يلاقي ابنه بيلعب فيديو جيمز مع حد احنا مش شايفينه مع ناس تانية ربما من قارات تانية من دول تانية مين دول اشكالهم ايه جنسياتهم ايه كبار صغيرين ما نعرفش مع هذا طبعا علماء النفس بيحضروا جدا من تأثير ده وشفتنا طبعا لعبة الحوت الازرق اللي عملت ضجة على مستوى العالم مسببة حالات انتحار في دول كتير ومنهم مصر شفنا ايضا لعبة باب جي اللي هي بتتلعب على الموبايل واحد الشباب قتل حد علشان يطلع العنف الجوة او بيمثل هذه اللعبة علامات الاستفهام كتيرة ونواقص الخطر بتضرب والنهاردة احنا بنتكلم في هذا الموضوع وسؤالنا بعد انتشارها عالميا كيف ترى المخاطر النفسية والاجتماعية للالعاب الافتراضية الجماعية بالطبع همزة واصل اي جي هو عنواننا الموحد على جميع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك احب اسمع تعليقاتكم واراءكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة اللي بتهم كل ام وكل اب والشباب عايزينكم تشاركونا باراءكم ومقترحتكم ونسمع منكم وتسمعوا مننا خلونا اخرج الفصل معلوماتي سريع ونبدأ بعدها التواصل معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاهدين الكرام ده كان فصل معلوماتي سريع وضعنا في معلومات عامة عن ألعاب العالم الافتراضي الجماعية وخلوني أسمع منكم الأول تعليقاتكم واراءكم ومقترحتكم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي أكيد بتزيدنا معلومات وبتشارك بها ضيوفنا خلونا انتقل لزميلتي نهل حجازي يعني مساء الخير نهلة طبعا موضوع الفيديو جيمز بقى كتير بقى بيئة لكمان الأباء والأمهات في البيوت بسبب هم مش عارفين ولادهم بيتكلموا مع مين أيضا مش عارفين ولادهم بيعملوا ايه وهل اللي ممكن بيشوفوه مع أن الأهلي كتير بيقولوا أنه هو بيطلع الطاقة لجواهم بس ممكن ده يؤدي إلى مشاكل تانية رأيك يا نهلة ورأي المتابعين معاك على الموقع صحيح يا حسيم المفروض يكون الأهلي أكثر وعيا وقال لا يعني يتفرغوا لأشياء أخرى بخلاف أبنائهم لابد أن يركزوا بأبنائهم بعض الشيء حتى يتعرفوا على علامهم الخاص فأنا أؤيدك في الرأي وأعتقد أن معظم من كتبوا لنا على صفحتنا يؤيدون هذا الرأي أيضا حسيم وهم في حاجة إلى مزيد من المعلومات التي نشرنا جزء منها في الفاصل المعلوماتي السابق على أي حال دعنا نأخذ بعض الأهراء ونبدأ بأيمن رمضان الأنصاري واللي بيرى أن انتشار هذه اللعبة نتيجة للعولمة والتقدم التكنولوجي في العالم لكنه بيحتاج لتكويد لهذه البرامج أو تشفير لها حتى يستطيع أن يتعامل مع أبنائه وأن يمنعهم من التوجه لها طوال الوقت أيضا بيقول أن هذه الألعاب بتؤدي إلى الخمول وإلى ضعف العضلات وإلى ضعف العين والسمع فده بيتفق إلى حد كبير مع أيضا ما أوردته من معلومات حسام وهو يرى أنه لابد أن نتعامل معها بجدية أكثر من ذلك أبو مصطفى بيقول الألعاب دي مشكلة بتتسبب في إذاء نفسي وجسماني ويريت يتم حاضر الألعاب من هذا النوع أما ناهد عبد الفتاح فمتقول الألعاب دي سيئة جدا هي والأفلام الإباحية الموجودة طوال الوقت على المحمول وهي أكثر ضررا ولكن لماذا لم نفكر في ربط المحمول بالنت بحيث يتم بعث رسالة من الصفحة الأب والأم أو الزوج والزوجة اللي الأبناء بيقوموا بتداولوا أو باللعب عليه في نفس الوقت وهيئ الأم والأبنهم يرأبوا أولادهم في التوى واللحظة ده اقتراح هي بتقول حسام يعني نوع من الرقابة من غير ما نشعر الأبناء أنه نحن بينوا راقبهم بطريقة أو بأخرى دي أراء سريعة عندنا مزيد من الأراء ولكن لإفساح المجال أمام المتخصصين أعود إليك سريعا حسام بشكرك يا نهلة وبالطبع ويعني خلوني اسمحولي أن أنا جاء بطبع للأستاذ سوزان إحنا عندنا مختلف عن بره بره الأهل بيرأبوا أولادهم كويس قوي وفي رقابة أيضا من هذه المواقع وأن كل جيم أو لعبة مصنفة تصنيف لها سن ممنوع على السن اللي قال أن هم يستخدموها لكن خلوني بقى نبدأ مع ضيوفي على الهاتف ونحلل أكثر بشكل أعمق معي الأستاذ شريف عبدالبايا رئيس الاتحاد الألعاب الإلكترونية أستاذ شريف أهلا بيك في البداية ومع المستشار محمد الألف رئيس الجماعة المصرية لمكافحة الجرائم الإنترنت أهلا بسيادتك السيادة المستشار أهلا بحضرتك أستاذ شريف أبدأ معاك بما أنك رئيس الاتحاد الألعاب الإلكترونية وفي تصريح أنت قلت فيه أن السيسي ثاني قيادة بعد ماركل بتهتم بصناعة الألعاب وأنا قلت في البداية أن صناعة الألعاب آخر تخيم لها 200 مليار دولار على مستوى العالم بالصناعة نفسها ده غير طبعا الصناعات المكملة اللي بدأت تظهر بشكل كبير تمام معلومات صحيحة 200 مليار 2020 يعني بعد سنتين إن شاء الله العالم هينتج برمجيات ألعاب الإلكترونية قيمتها 200 مليار دولار يعني دنيا واسعة صحيح اقتصاد الدول يعني فرصة كبيرة جدا لكل المخاوف اللي حضرتك أستاذها وأستاذ المشاهدين طبعا في منها كثير صحيح الدول المستشارة أنجيلا ميركل فيها وحزبها في البرنامج الانتخابي أكدوا على أن بحماية المجتمع الألماني ثقافيا واجتماعيا لابد أن نصحم أو نكون لعيدين أساسيين في صناعة الألعاب الإلكترونية ده الألمان اللي بيعتزوا بنفسهم أشحاب الاقتصاد القوي اللي بيقودوا أوروبا حاليا والاقتصاد العالمي شايفين أو متخوفين لكن خوف إيجابي مش خوف مرضي اللي هو يا شعب ألمانيا لما نعلن عن امتيازات نجذب بيها ومطورين الألعاب الإلكترونية ما تقولوش إزاي بتدهم امتيازات لناس غير الشباب الألماني لأن دول لما نجذبهم عندنا إحنا بنخذ بيهم معركة صناعة مهمة للحفاظ على هوية الثقافية والاجتماعية في النقطة دي نقطة مهمة أغلب الألعاب الأمريكية اللي ظهرت في العشر سنين اللي فاتت تحدثت وكانت سيناريوهاتها اتطبقت على الأرض بعدها بسنين من بداية من حرب أفغانستان حرب العراق وغيره أنت معاه يفده نوعا ما صحيح لكن هو ليش بيعمل لعبة وبعدين يقول لهم اتدربوا عليها عشان هاخدكوا هو هنا هو بيقيس عن طريق علم النفس بدل ما يعني موجة التخويف اللي هي غير مبررة أو مش مبررة يعني تضخمها بطريقة تعجز أولاء الأمور والأهم والمستمع على أنهم ما يعملوا حاجة للآخر يقولوا إيه إحنا مشانهم بنا نعمل حاجة فهنسيب من قطر التخويف لأ في حرص خوف لأ نكون حريصين هو بيعمل إيه هو بيقيس اللي يلعب اللعبة دي نعم اللي يوصل للمرحلة دي فيها جوة اللبا لنودان الألعاب دي كلها يبقى عنده رغبة في التدمير الذاتي اللي يوصل للليفل العالي جدا يحب يمارس العنف اللي شافه على اللعبة على أرض الواقع يلا بقى نتعرف عليهم يلا نستخدمهم يلا نشوفهم هم مين يلا نستخدمهم يلا نشتغل معهم أو نشتغل عليهم بمعنى صح تمام كلام ده علم ده كلام علم خلينا نتنقل بالنقطة دي ده نقطة هامة للمستشار محمد الألفي رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت سيادة المستشار تحياتي في البداية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وبالصدوق أو المستمعين وبالصدقاء الخير بصديقي لأستشريك أهلا بك سيادة المستشار خلينا نتكلم في فكرة الاستخطاب وفكرة تحول الإنسان للعنف عن طريق هذه الألعاب في البداية كانت ضفتنا على الإنترنت قالت إن هي عايزة تربط الألعاب بالموبايل يجي رسالة للأب والأم ابنهم نزل إيه وعمل إيه فأنا ردت عليها قلت لها ده موجود عندنا بس إحنا اللي مش متابعين أبناء أنا كويس لكن برا الجيمز عليها ريتنج معين ما ينزلهاش أقل من سن معين طبعا هم عشان أطفالهم نفسهم عندهم أكاونت ليه إحنا ما وصلناش أو نحاول نوصل ونعلم من الوعي بتاع أهلينا في مصر بدا طيب الأول أنا أحط عناصر سريعة فضل عن طاقل من هذه العناصر إلى واقع أصبحنا في ظاهرة هذه الظاهرة تحتاج إلى الرس وبعد ذلك التحقيل وبعد ذلك العلاق والتشفية تمام الظاهرة هي التأثير المباشر وليس بغير المباشر بهذه الألعاب وتأثيرها في العقل الباطن والعقل الذهني واركود الأفعال للأطفال وكلمة طفل في القانون هو ما دون الثمانية عشر عاما جميل لا أتحدث عن أطفال تسعة سنوات ولكن معنيين بالجرائم التي ترتكب من خلال هذه الألعاب أو من تأثير هذه الألعاب ما دون الثمانية عشر عاما يبقى إذن أصبحنا في ظاهرة هذه الظاهرة تسمى ظاهرة عم نسيب كلمة عم ونضع كلمة تنمر تنمر نعم يوجد أطفال متنمرين أنه يتحول من متنمر ضده لأن هذه الألعاب تتحول عقل الباطن أنه هو ضحية إنما يخرج من العالم الافتراضي للعالم الحقيقي يتحول من ضحية لجاني وفاعل هنا المراحل تحتاج إلى الدراسة كان فيه ملطقة ترأس هذا الملطقة منذ ستة أيام في جريدة الأهراض وكان ملطقة قوي جدا كانت الأوراق العلمية المقدمة منه كانت أحد هذه الأوراق كانت مقدمة من أستاذ الطب النفسي وهو عضو الطب النفسي الأمني عضو الجامعية الطب النفسي الأمني نعم جاء النتائج ودراسات أبهارة الصدور النتائج أو الدراسات دي بتقول إيه؟ بتقول إن تأثير إن طعاب أكثر من ساعتين للألعاب الإلكترونية المضرة يهمني لبز مضرة أنا مش عايز برضو عشان الاقتصاد والاستثمار إلا شريك المحلي شيء جميل قوي اللي هو التنمية والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وصمعت تكنولوجيا المعلومات لا نريد أن نضرة به ولكن بنقول هنا الألعاب المضرة أن هذه تعاطي الألعاب المضرة أكثر من ساعتين تؤثر في عقل الطفل اللي هو دونه 18 سنة تبقولك لو زودت عن ساعتين ساعتين معدل جيد تبتيجي تقش في لذة تعاطي الترامدول وإن الطب معقول مادة العقارة الكيميائي المخدر الترامدول حينما يتعاطى الطفل اللعبة المضرة بتؤثر في إسعاده قالوا بقى اسمع اللي بعدها أنه إذا استمر سبعة أيام متوسط عدد ساعات اللعبة خمس ساعات في اليوم بتصل إلى لذة تعاطي المواد المخدرة الأكثر تأثيراً ده الهيروكيد قلنا دي نتائج خطيرة جداً طبعاً يجب أن تستوقف طيب ولذلك هو بيبقى في عالم افتراضي يخرج بالعالم افتراضي دوندر هل توجد تشريعات حقيقية لتنظيم ذلك أنا مش عايز زي ما نقول بتجريم إحنا مش هنجري وراء بعض إلجاني ده بالعكس إحنا عايزين نعمل تنمية في الطفل هنا برضو عايزة أقول إحنا إحنا بنهرب من إيه أنا ببساطة شديدة أنا هقول للمساهد إحنا بنهرب من إيه إحنا بنهرب من أن يكون الطفل اللي عمره تسعة سنوات وهيبقى خمسة عشر سنة وهيبقى ثلاثين سنة إحنا بنعمل جيل من الأطفال ثم الشباب ثم بنات الوطن اللي عندهم وعي حقيقي وعندهم تنمية عقلية حقيقية لذلك إذا ما تأثره ولا توجد لدينا مصحات لإعادة تأهيل أو انتهك عبر هذه الألعاب وأنت عندك مريض عندك عرب وما عندكش العلاق طيب أشكالين فيه جيل كامل ممكن نفاجأ بعد سبع سنوات هذا جيل وعايز أقول تجربة ألمانيا حسنا نسأل سؤالك وأنا حابب أقول للمساهد تجربة ألمانيا تجربة جميلة وميرتل كانت وضحة مع المؤسسات في ألمانيا سريعا يا دكتور ممكن اسمح لأنتقل الأستاذ شريف الأول وبعدين نسمع تجربة ألمانيا بعدها أستاذ شريف فكرة أن دي صناعة وليها أسس وطبعا مش كل الألعاب على يعني البي سي أو جهزة كمبيوتر وأجهزة الألعاب المختلفة كلها ضرب نار وضرب مش عارف إيه وكلام من ده غير أن هما طبعا في ألعاب منها كتير بتدعو أو بيبقى الشخصية مطالب منها السرق أو غيره في عندنا كرة قدم ودي منتشر جدا من الشباب في عندنا الشطرنج لكن في ألعاب بتبقى لها تأثير سيء إزاي نبدأ إحنا نعمل صناعة لينا تنافس عالميا وفي نفس الوقت جيب إليها تأثير على شبابنا الأول بشكر الآبي جليل المستشار محمد اللي إحنا محظوظين به في صناعة تكنولوجيا المعلومات اللي بقى فيه آبي مستنير وبيوصل الفكر ويعرف يوصفه بعيد عن التجريم والكلام اللي هو يخوف اللي ممكن في الآخر يبدي أثر عجلي إن إحنا نتاسبا نعم إن أنت لما تقول لولي الأمر وللمجتمع ده كذا وكذا وكذا فلسف هو مش قادر يعمل إيه؟ يؤدي للإستسلام يدي أثر عجلي نرجع عن إيه؟ هو إنسا بتلعب اللعبة العنيشة ليه؟ يعني النحة النفسية للإنسان هو بيبقى نوع من التحدي اللي عايز يثبت لللعبة وللجهاز والأصدقاء وللمجتمع إنه إنسان متميز بيقدر يتحدث طبعا وهي واسمح لي برضو هي في نقطة قبل كده واللي بيخوف منها علماء النفس فكرة إن الأهالي من زن الولاد ومن واجع الدماغ عايزين نرياحها نفسهم شوية روحوا وقعد على الكمبيوتر إلعاب لك جيم قعد مش عارف إيه فشوية شوية تبقى العملية خلاص استريحنا فبقت بدل ما كانت ساعة بقت اتنين بقت تلاتة بقت كل اليوم وإحنا ما عدناش عارفين هم بيعملوا إيه ماشي أي تخوف يعني أصباء النفس طبعا إحنا بنستند لكل تمام عشان نفهم إيه اللي بيحصل لكن هم حذروا من الموبايل ومن أطراره من التليفزيون والأشعة اللي بتضعف العين من الجلوس قدامه ومن الأكل يعني دي كلها مخاوس طبيعية يعني الألعاب الإلكترنية هو توجه جديد زي العالم ما كله اتجه للرقمنة مش معنى الألعاب اللي مش هتبقى رقمية طبعا يعني ده تطور طبيعي نشنائش القصة دي أكيد احنا كلنا مقررين بي أكيد طيب نرجع لي موضوع نوع بيتحدى طيب سريعني يا أستاذ شريف في التلاتين ثانية بعد إذنك التحدي هنا إن احنا نخلق رياضات رياضات رقمية من خلال خلق تحدي مجتمعي يبان إنه هو متميز وإنه هو لي ترسيب وإنه هو لي رانك زي أي رياضة إلعب اللعبة دي اللي هي بقى ما فيهاش عصر شلدي عشان تبقى متميز تمام يبقى دي النقطة الأساسية إنه إحنا نحولها لرياضات ورياضات تكون مهمة طيب أوكي وستاذ شريف عبدالبايا رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية بشكرك على وجودك معايا وسريعا يا سات المستشار محمد الألفي إزاي نحمي أولادنا والمجتمع نفسه يحمي نفسه إزاي أرجوك سريعا المعينة الأولاد هي ثقافة الباب المفتوح أنا أتحدث عن أبنائي كثيرة حيث أني متخصص حينما أتحدث معهم بعمق إيصال الجاب الفجوة الكثيرة بين أولياء الأمور في البيت وبين الأصفال أو الأولاد وبين المدرسين الإقدارة المدرسة أو الأولاد وبين حتى وضع صناعة الضراما في نصر وبين مشكلات الأولاد إحنا مجاب ولذلك سريعا كده إحنا عايزين نوزع الأدوار إحنا محتاجين بمدرسة حقيقية لديها إدارة حقيقية تتنبه لهذه المسكولات تمام بالبحث عن علاج نحتاج إلى أوراق الأمور وعيين جدا تقص الباب المفتوح نحتاج إلى حتى الخطاب الديني حيث أنا توجه الضرورة بنقول يا جماعة نتوقع الخطاب الديني ونربطه بثقافة المجتمع أن يبقى فيه حرام وحلال لمثل هذه الألعاب وفتاوى جديدة نعم حتى بنقول أن مؤسسات التعليم العالي أن يبقى فيه مواد لإعادة فيه مواد ترتيب أفكار الأولاد نعم الموضوع عميق الموضوع يحتاج لمساحة أكتر للصرح وأنا بشكر جدا مثل هذه الفرامج اللي بتخاطب المجتمع المصري نعم رئيس جماعة المصري لمكافحة جرامل الإنترنت أنا بشكر حضرتك على وجودك معايا ومشاهدينك كرام بما أن ده برنامجنا بنتواصل معاكم بنسمع أراكم والموضوع ده موضوع بيهمي كل بيت خلوني أرجع لزميلتي نهل حجازي مرة تانية ونستمع لمجموعة من أراءكم وأكيد هنرجع نشارك بيها المحللين معنا تفضلي يا نهلا حياة المحللين أنفسهم هم أباء وأمهات ويشعرون بمدى خطورة هذه الألعاب فاتفقونا معنا في الرأي يا حسام أيضا على صفحتنا على فيسبوك الأراء ما زالت كلها بتتجه في اتجاه واحد نحو خطورة هذه الألعاب على سبيل المثال سوزان مسلم تقول للأسف سيطرت هذه الألعاب على مخ وتفكير النش وجعلت فجيل عصبي ما عنده خل ولا بال لشيء والبرابج دي بتساعد على أنها تمارس يوميا بدون استفادة من أنشطة أخرى أحمد سعيد السعداوي بيقول أعتقد أن الأقبال عليها حيزيد لأن الدولة ما عملتش بديل بل على العكس قامت بإزالة بعض ملاعب كرة القدم في الكرة وبالتالي وريف وبالتالي يعني بتقضي على اتجاهات الشباب لكن طبعا أي تعديات على الأراضي الزراعية نحن نرفضها فده ما يبررش أي شيء يعني تعدي على الأراضي الزراعية برضو تعدي على الأمن الغذائي ودي مشكلة أكبر نروح لأم عمر الشيخ واللي بتقول أن الموضوع خطير ولابد من حضر هذه الألعاب لحفاظ على أطفالنا وعلى نفسيتهم وإنشاء جيل سوي غير متضر أما هالحاربي فتقول الموضوع لازم له دراسة جدا لأنه أصبح تأثيره خطير جدا وممكن يتسبب فيه جرائم حقيقية والمفترض أنه يتم حضرها لفئات عمرية معينة ويعني إباحتها لفئات أكبر سنة ربما أحمد المصري بيقول للأسف الشديد دي كارسة والأحد ينتبه لمخاطرها وأصبحت متاحة لكل الأعمار ولا يوجد رقيب أو حسيب وفي الغمري بيقول الألعاب الإلكترونية إذا أدمنها الشباب الصغير بتؤثر سلبا على قوة الإبصار وعدم ممارسة الرياضة بعض الألعاب بتدعو العنف والرزيلة وبالتالي يتحتها تشجيع للشباب على أنهم بدل من قد وقتهم في الرياضة وفي الأعمال المفيدة يؤدوا هذه الأوقات في أشياء غير مفيدة دي أراء وردة إلينا وفي أراء أخرى ولكن طبعا ديق الوقت بيجعل لي أعود سريعا إليك حسين بشكرك يا نهلة وبشكر كل مشاركات ضيوفي على مواقع التواصل الاجتماعي واسمحوا لي أن أنا أنتقل لاتصال جديد معايا الطالبة برديس وليد واحدة من اللي بيلعبه لعبة باب جي المشهورة جدا الوقت اللي بي فيه كلام كتير عليها على الموبايل حالوا معايا دكتورة رانيا الفولي استشاري لأمراض النفسية والعصابية أبدأ ببرديس برديس إزايك؟ أهلا بيكي الحمد لله طبعا في البداية طبعا إحنا كنا شايفين من شوية فيديوهات للعبة الباب جي وإيه اللي شدك في اللعبة وعرفتيها إزاي بدأت تلعبيها بتقضي كم ساعة ديني معلومات كده عامة سريعة طيب هي اللعبة أصلا موجودة من زمان نعم بتتلعب على الفليستيشن والإكس بوس والكمبيوتر وكده تمام مهام النهاية يعني قرأيي بدأت تنزي على الموبايل أما اللي شديني ليها بصراحة أنا يعني هي أحلى حاجة فيها بتتكلم وانت بتلعب مع أصحابك يعني كده كده أنا أصحابي قريبين نتكلم على الموبايل وكده بلدان هو إحنا منزل جروب مسلا أربعة فمتتكلم وبنلعب هي فكرة اللعبة من منزل تبقوا مية يحاول يعيش في وسط اللعبة من وسط القاتل دوت ويحاول يعيش وهو الجروب بتاعه بالضبط كده تمام بس هي اللعبة مفيهاش حاجة خطيرة زي ما الناس ما تتكلم عنها غير من هي فعلا لازم تبقى فينا يعني ما يبقاش الأفصال مايلعبوهاش في البنية تبقى مختوحة أو هو يعطي طولي اليوم طب اسم حيلة عرف سنك كامل أول يا برديس أنا يعني 23 23 طيب برديس كلامك مع صحابك هل أنت بتدخلي تلعب اللعبة دي مع أصدقائك فقط ولا بتدخلي على سيرفرات تانية مثلا من دول تانية بتكونوا مجموعات تانية مثلا حد من أمريكا أو حد من فرنسا مش لازم يكونوا صحابك يعني بتتعرفي عليهم بتتكلمي معهم أمل بختار آه طبعا أنا فاهم أنت بتختار بس ألك أنت أنت بتعملي إيه لا أنا برعب مع صحابي طبعا بس طبعا هو الخطر أنه مكان حتى تتجن معين صغير مجر ركوبة آه 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 طيب برديس سؤال مهم لازم أسألهولي طبعا بما أنك أنت بتلعب اللعبة دي بأكيد عارفة مين فعلتك بيلعب في حد سنه صغير بيلعب اللعبة دي عندكم أو من آه 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 يعني آه 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 يعني أخي صغير عامل 13 سنة بيلعبها بكتير في أصغر من كده لا آه 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 ما نفاهم الألعاب اللي على البي سي هي قريبة وكدهوت بس يعني خليني برضو أسألك أنت أخوك الزغير اللي عنده 13 سنة وانت عندك 23 سنة أنت برضو خلاص أنسة وواعية ومدركة لمخاطر الحاجات دي بتوجهيه بتساعدين توجيهه ودور أهلك في البيت إيه كماما وبابا هو الموضوع مش تهل يعني هو هو خلاص آخر واحد واني هما كبره خلاص وهو سبير وكده فطبعا الاهتمام ما بقاش يعني زي الأول دي بس يعني هو اللي هو بيستسل أن هو يلعب وهم خلاص اللي هو ما فيش سحة اللي هو اللي هو يلوح المادي واللي هو جاوب ساع زمان ده بس فطبعا يعني لما بيكون حد قدامه كل الألعاب دي ما بيكون سهل أن هو يسابها وينسل يلوح المادي أو يلعب بياضة معينة أيوة طيب برضو سؤال تاني يعني بيلعب مثلا شطرانج دومينو بيلياردو حتى الحاجات اللي موجودة على الموبايل العادية بيلعبها ولا خلاص هو بقى اديه تمامه الأساسي أه العبدي بنسباله بنسبالك ولا بنسباله هو؟ لا بنسبال كله يعني في نسبال كله يعني أنا الله حدرتك حاجة أنا لفضي كافية مثلا في الأولى الناس بتلعب فعلا شطرانج ده حقيقة وكده دلوقتي الناس كلها قاعدين مسبعوا عشر على سربيدة بلعوه غير دي قاعدين مع بعض بس مش مع بعض قاعدين مع بعض بس مش مع بعض يعني خلاص لهم من الفيسبوك اللي قاعدين مع بعض بس مش مع بعض بيهنا باب جي طيب برديس أرجوك يبقي معي وأنتقل لدكتور ورانيا الفولي استشار الأمراض النفسية والعصبية دكتور ورانيا أهلا بك معايا أهلا بحديثك أهلا بحديثك طبعا إحنا برديس شاركتنا بنموذج حي لها والأخوة اللي عنده 13 سنة ولعبة بوب جي اللي فيه كلام كتير عنها طبعا كان فيه تحذير زمان من لعبة البوكمون وإن هي ممكن تستخدم لعملية تجسس الأنية وكانت بتعرض ناس للخطر وناس كتير اتعرضت برا فكرة أولا بالشكل نفسي إيه اللي بيخلي الأطفال والشباب والكبار على فكرة أنا بلعب جيمز برضو بيروحوا للحاجات دي ويقضوا عليها أوقات كتير طبعا هم الناس اللي بيعملوا الألعاب دي هم دارسين كويس بعلم نفسه وعنوم النفس وإزاي أخليك تكسب وإزاي أخليك تفضل تلعب اللعبة دي وإزاي تشترك والميشنز أو الحاجات المفتوحة اللي تفضلي واحدة ورا واحدة وتجرك لوحدة جديدة وغيره بالضبط هي الفكرة أنه هو إحنا يعني الخوف قوي من اللعبة الإلكترونية يعني مش حقيقة قوي بحقيقة يعني الأبحاث قالت أنه هو مش المفهود لخاف قوي يعني تمام دي آخر الأبحاث ده في الأبحاث يعني أن هم كانوا يعملوا بحث كده من يشوفوا من سنة 2000 إلى 2018 ليها مميزاتها وليها عيوب طبعا يبقى طبعا لما الناس تنفاصل ويبقوا ما بينزلش التمرين زي ما بتقول لا الأهل ساعتها هنا المفهود يتدخلوا فإنت تنزل تلعب تروح التمرين يبقى في تايمين معينة تلعب ساعة وتلعب تمرينك ساعة اتفاق وفينا وبين أولادنا أنها بيننا اتفاق يعني مثلا إحنا عندنا تمرين يوم كذا اسبع كذا ولازم نعمله وكذا هتذاكر إمتى هتخلص إمتى يعني دي كلها بالاتفاق بيننا وبينهم إنت بتلعب لعبة إيه؟ إحنا المفهود نقول لهم يعني نعرف منهم أي لعبة اللي هم بيلعبها هل اللعبة دي فيها مناسبة لسنه يعني مش مكتوب عليها مثلا اسمحيني أشاركك في مقلل في الأهرام في تضيف الدكتورة سهير صفت أستاذ علمي الاجتماعي المساعد بكلية التربية بجامعة عين شمس أن مثل تلخي الألعاب قد أصبحت مربية إلكترونية حيث أنها تعمل على إعداد ونشأة الطفل عليه في ظل غياب الأب والأم وجعل هذه الألعاب مكافئة لهم طبعا فكرة أن الأب والأم ساعات بيستسهلهم ابنهم بيزن وبقى بيزن مخصوص عشان يروح يلعب على الكمبيوتر فأروح يلعب على الكمبيوتر وإيه عشان نستريح شوية فده الجيمز نفسها بقى فيها حاجات كتيرة يعني فيها اللي بيعلم القتل فيها اللي بيعلم السرقة فيها الميشنز نفسها الناشل وغيره ده بيأثر فعلا على الشباب ويحولهم ممكن يخليهم يتحولوا لده بس حذرتك هم حاولوا برضو يثبتوا أن العنف يعني الحاجات اللي فيها عنف أثر على الولاد ولا لا وأثبتوا ومش عارفين يوصلوا مش عارفين يوصلوا نتجة حقيقة يعني هو بيلعب حاجات عنيفة ولكن هو في الحقيقة في الواقع الحقيقي هو ما عملوش محدش عمل مثلا جريمة أو كده بس احنا كان عندنا وقع قريبة دكتورة الشاب اللي قتل يعني أنا مش متذكر أمه أو جدته أو حاجة زي كده بسبب أنه هو بيلعب باب جي وهو بيقول أنه هو كان عايز يطبق ده أو عايز يخرج العنف اللي جوه أو حاجة زي كده يعني أنا طبعا معرفش الشاب ده ومشوفتوش نفسيا عامل ازاي فما قدرش أحكم أنه هو ده ما عندوش مثلا أي مشاكل نفسية تانية أخرى ما نقدرش نحكم على كده فهو كلامه اللي يقوله يعني مش هنقدر نحكم محتاج برضو حد نفسي يقعد معاه آه طبعا طبعا يطب الشرعي نفسي يعني يشوفه ويشوفه إذا كان هو فعلا يعني سليم القوائل العقلية وكده مصطلح جديد سمعتم من المستشار محمد الفولي احنا عارفين التنمر تمام؟ أصبح فيه تنمر إلكتروني يعني كمان إن الشباب بيبقوا متنمرين إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الجيمز ومتنمرين في الحقيقة سريعا كده يعني إيه تنمر وإيه الفرق بينه وبين التنمر الإلكتروني طيب التنمر إحنا دي كلمة جديدة علينا في العربي يعني وهي لما دورنا على كلمتها العامية ما لقناش الحقيقة غير إن واحد بيمارس القوة على آخر يعني نعم ومعندهاش كلمة بالعامية يعني غير البلطاجة في حقيقة دي كلمة مش بكده بس هي الكلمة الموجودة ده ممكن يكون بالكلام باللفظ يعني وممكن يكون بالضرب جسماني يعني شوية ولاد أو بنات بيقرروا إن فيه واحد يضطهدوا حد ما بسبب شكله أو جنسه أو ضعفه أو لونه بس هو طبعا هي دي كتير أكتر بره ما بيبقاش عنده أي حاجة غير آه مثلا إنه هو شاطر فبيبقوا غيراني طيب الفكرة إن الناس دول دلوقتي الولاد خلاص بقوا بيعرفوا الإنترنت كويس وبيتعاملوا معاها كويس فساعد بيعملوا مثلا أغاني على واحد ويكملوا التنمر بقى ويوتيوب مثلا مش عارفة تمام فلم وكده طيب هو ده اسمحيلي أرجع لبرديس ثاني وبرضو نعيش معاها تجربتها برديس من واقع تجربتك بقى في لعبة الباب جي أو غيرها من الألعاب الإلكترونية أنت قلت لي كلمة مهمة إحنا بنبقى عادين في الكافية أو نبقى عادين في الجامعة أو نبقى عادين في المدرسة عادين مع بعض ومش عادين مع بعض هل ده بيحول الناس ليه أنتوا أيين اجتماعيين ولا بدنا ده بالسوشيال الأجيب طبعا خفويا لفتنى الصغير هم خلاص بيطلعوا يعني مثلا إحنا حياتنا مساء مش مصغيرين مختلفة خالصا حياتنا منذ الوقت كنا بنلعب مع بعض في الشارع بنتعلم كتسينة شوطرانج الحاجات اللي حضرتك قلتها فعلا بس بالوقت كنا فعلا بنروح النادي بنلعب رياضة حتى لو مش بريفكس فيها بس بني يعني فيه option نحن نروح النادي أو كده بالوقت بالوقت الفكرة اللي هم الجيل الأصغر مش عايزين أصلا يتواصلوا مع بعض وهم جيمينج ألعاب يخلوا في ساتل مع بعض أو محفة حتى جوال لعبة بس فكرة اللي هم يعودوا مع بعض ينزلوا حتى يعودوا في الشارع مع بعض بألخوا طيب باباكي ومامتك بيسألوك على الألعاب بيشوفوا موبايلك نازل عليه إيه طبعا بما أنك أنت طبعا 23 سنة في عدية سن الرشد ساعات بيبقى مش من حق الأهل إن هم يدخلوا على الموبايلات يعني ويشوفوا ويتابعهم لكن مثلا زي أخوك اللي عنده 13 سنة بيشوفوا بيلعب إيه بينزل إيه متابعينه وده إربطيه لي مثلا بأصحابك صحباتك إخواتهم وكده هم أه أكيد بمتابعوا بس هما برضو يعني هما عندهمش الإدراك أو الفهم للألعاب دي برضو زي يعني دو إذا أنا بتابعوا أكتر أو بيسألوني أنا أكتر هو بيعمل إيه تمام بس فأنا طبعا وصحابك نفس الشهور يعني نفس السلام تمام هما برضو كل أخوات ما عندهو نفسه طيب برديس وليد الطالبة أنا بشكرك على مشاركتك معانا وعلى هذه التجربة وعود مرة جديدة لدكتورة رانيا الفوري استشاري الأمراض النفسية والعصبية دكتورة رانيا طبعا من كتر شفنا للأفلام الأجنبي ويمكن اتنقلت لنا ثقافة الخصوصية تمام إن الأهل زمان ما كانش في حاجة اسمها للإبن يدخل يقفل على نفسه الأوضة وهو بيعمل إيه وما بيعملش إيه ده بنشوفه في الأفلام الأجنبي لكن الوقت ده تنقل كتير خاصة إن طلب كتير بقوا في مدارس أجنبية فكرة إن الأهل يبصوا على موبايل ابنهم حسب سنه وبشات مع مين وكده ودخلنا برضو في الجرائم الإلكترونية والتحرش الإلكتروني سواء على السوشيال ميدا وعلى الفيس واللي بتفتحوا بعض الألعاب ديت لأنه بيبقى فيها دخول على السيرفر وبنتكلم مع ناس يمكن نكون ما نعرفهمش طيب هو الفكرة إن إحنا برضو لازم نكون إحنا اللي بنربي صح عشان خاطر بلادنا مايروحوش بعيد عننا صحيح فهي أنا عربي إزاي من الأول أو من الأول خالص من منذ نعومة أصافره يعني ما بيقوله إنه هو يبقى أشاركه يعني هو أنت بتلعب إيه طب ما تيجي نلعب اللعبة ستمنع بعض طب وريني كده إيه ده إنت كسبت قد إيه إنت لا 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 ده شاطر برافو مش هفق إيه فالولد يجي يحكيلي أو البنت تيجي تحكيلي اللي هي بتعمله إنما فكرة إن أنا هقولك أنا عرقبت طب ما أنت هتخبي صحيح فأنا كل ما هتخبي مني أكثر طيب إنما الثقة اللي بيننا وبين ولادنا هي دي اللي بتربي ولاد هي دي اللي بيبليها على مر السنين كمان وبيختاروا أيوا يا فندم وهم كمان لما بيتحطوا في أي موقف ذاهم لحضرتك بتقولوا مثلا إنه هم زي المنظر اللي كانت بتتكلم حضرتك دي إن هي بتختار الحاجات الصحة والحاجات الغلس يعني هي عارفة إنها هتتكلم صحابها مش هتكلم ناس غربة على الإنترنت كده يعني بس عشان برديس برضو يعني تعتبر كبيرة في السن وعادة سن الرجل اللي هو 21 سنة حسنا بنيكلم بقى الشباب الزوائر اللي بيبع عندهم تطلع إنهم يعرفوا ثقافات تانية خاصة الثقافات الأجنبية ما هو لما أنا أبطيدي أسأل ونقض مع بعض ونتكلم إيه دا انت عارفت حد غريب حد مثلا من دلت تانية طب أنت متأكد مثلا إنه هو ولا ممكن يكون حاجة تانية فأنا بدي له المعلومة من غير ما ياخد باله إن أنا برأبه يعني إن أنا أدي له الفكرة على فكرة خلي بالك في الحتة دي يعني خلي بالك إن دا ما يكون مثلا حد ما تعرفوش حد خطر طيب دكتورة رانيا أديني بسرعة كده عايزين نقول كابسولة كده للناس الأهالي إزاي تابع أولادهم خصوصا على العلاب الإلكترونية وسريعا أرجوك طيب هو إحنا المفهود نتابع أولادنا بإن إحنا نفحبهم الحقيقة وندخل في اللعب اللي هما بيلعبوا فيها بيها ونشوفها ونجربها مع بعض لما نشتريها ونجربها على الإنترنت وكده هو نفضل نتكلم معاهم ونقول لهم يعني أمثال أو كذا إن مثلا دا أصله ممكن فهلا ممكن يكون واحد غريب ممكن يكون واحد ما نعرفوش ممكن يكون واحد بيمثل حد تاني مش هو مش حقيقي ونفهموا إن الإنترنت دا برضو زي وزي الشارع إنك إنت لو ماشي في الإنترنت برضو ممكن حد يختفك أو يضحك عليك بشكل يعني إلكتروني شوية تمام كده دكتورة رانيا الفولي استشار الأمراض النفسية والعصابينا بشكرك على وجودك معايا وبشكر برديس وليد الطالبة اللي شاركتنا بخبرتها في هذا الموضوع مشاهدينك كرام وصلنا في النهاية في نهاية الحلقة إن الألعاب الإلكترونية زي ما لها مزايا زي ما لها عيوب وإحنا لنختار إيه هي المزايا وإيه هي العيوب والنقطة الأهم إن دي صناعة كبيرة جدا لازم مصر تدخل فيها ورئيس السيسي تاني رئيس في العالم بعد أنجلا ميركل وجدت وراهم الرئيسة كوريا الجنوبية بيشجعوا هذه الصناعة عشان نعمل صناعة خاصة بينا ومتفصلة علينا زي ما بنقول كده بالبلد بشكركم على مطبعتكم حلقة اليوم من همزة وصل وبالطبع حلقاتنا دايماً لكم فيها رأي بتشاركونا بيه على مواقع التواصل الاجتماعي بشكركم وبنر لكم تحيات فريد عمر وتحيات نحسام الدين عاطف وشكراً وإلى اللقاء في حلقات أخرى اشتركوا في القناة